إلى ذلك طالب مدير ناحية يثرب حارث عبدالنبي الحكومة المحلية والمنظمات الإنسانية توفير مستلزمات قطاعات الماء والكهرباء والصحة والطرق بما يتوافق والأعداد الكبير من النازحين العائدين بعد إغلاق المخيمات وشار إلى وجود سبعة مدارس كارفانية بحاجة لإعادة تأهيل ضمن خطط صندوق إعادة الإعمار والتنمية إضافة للأمن الغذائي مقابل مشاريع أخرى متلكئة في الكهرباء والزراعة وكراج البلدية ودائرة البطاقة الموحدة بينما تتحقق خطوات مهمة في إنجاز الطريق الرابط بين قضاء بلد وحدود النحية